تعزيزاً لقيمة التكافل الاجتماعي مع كبار السن والاهتمام بهم من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية نظم مركز بلدان العوامر الصحي بولاية إزكي رحلة ترفيهية لكبار السن إلى حارة البلاد الأثرية بولاية منح سعياً في تحسين جودة حياتهم العامة قمنا بتخطيط لهذه الرحلة من أجل هدفين الهدف الأول دمج المسنين مع بعضهم البعض ومع المجتمع والهدف الثاني للارتقاء بالصحة النفسية للمسن حيث أن ندمجهم مع بعضهم البعض يعود بهم للذكريات القديمة ولما كان يحدث في الأيام الماضية تأثير إيجابي يجده كبار السن في أنفسهم بعيداً عن العزلة وفتح مساحة أكبر للتواصل والتفاعل بين كبار السن أنفسهم وغيرهم من أفراد المجتمع حيث تدعم الأنشطة والفعاليات المقدمة لهم التحفيز العقلي والحركي والصحة العامة فتبر بايعي لاقتنا من سنة ومن سنتين تلاقينا اليوم يعني هذه الرحلات تحسيها مفيدة حالياً؟ مفيدة هي مفيدة حمد الله رب العالمين طلعته خرقنا؟ لرحلنا وفرقنا وتحقلنا رحلة زينا مستمتعنا برحلة والتقال أقماعة والأخوة والتراث القديم يعني تراث يعني البناء الأولي يعني شيء جميل كذلك ما تلاقينا أخوة حد منا ما لقينا من زمان ما من بلد وحده كل حد من بلد الاهتمام بكبار السن مسؤولية مجتمعية وتوفير الدعم والرعاية اللازمين لهم يضمن مساعدتهم على الاستمتاع بحياة صحية ومريحة في مرحلة الشيخوخة الرحلات الترفيهية فرصة مثالية لتحسين الصحة النفسية لكبار السن حيث تزيد من إمكانية دمجهم وتفاعلهم بصورة أكبر داخل المجتمع علي بن جمع الريامي محافظة الداخلية ولا يتمنى